حقول لكم زي ما كانت امي بتقول لي. لما كنت اجا اشتكي من جوزي او حجم زعلاني او حجم دياني واقع بقى عيط واعمل فيها المصدوم والغلبانة يعني. طبعا الجيل مختلف. جيل عن جيل مختلف وعقليات مختلفة وردود افعال مختلفة وكل حاجة. هقول لكم بقى امي اللي الرحمة بتقول لي ايه? وانا لما حده هيسألني هقوله نفس الكلام. انا حسب تربيتي والجو اللي كان محيط بيا يعني. وانت اجا اقول لها امي امي مش عرفائي وزعاري وعبدويا. تقول لي تعالي ايه? بيذكر اقول لها لا. مضمن اقول لها لا. بينصب على حد اقول لها لا. قتل اتيل اقول لها لا. اه شتم ام وابو قدامك اقول لها لا. بيعمل اهل وحش اقول لها لا. منقص بيتو حاجة? اقول لها لا. ضربك? اقول لها لا. تقول لي بقى ملكيش بقى كلام ولا بتاع ده كل ده فلفل وشطة وبورات وفلفل اسود. اقول لي يا ماما بس ده قال لي كزا وعمل لي كزا واسلوبه معي كتا تقول لي لا. ده لما بيعملش الحاجة اللي قلت لك عليها دي. ما تجيش تقوليني يا ماما ده فيه وبيه وعليه. حلي مشاكلك بعقلك. اعقليها وتوكلي. تقول لي يا بنتي احنا زمان هو كان زمان فيه اخرج ولا مروح ولا مجي. ده انتم عايشين عيشها محدش. احنا معايش نهاش. احمدي ربنا واعمليه اختي. واروح بقى افايا يا ام رايش. يعني لما بقى حد بيجي يسألني ما انا هقولك نفس الكلام هقولك ايه? هقولك نفس الكلام اللي كان بيتقلي. بس الجيل مختلف. الجيل مختلف. اه حاولي انت يا بنتي بزكائك وبزكاء المرأة اللي ربنا خلقه فيكي وتفكيرك وطرقتك وثقافتك. حاولي تتصلحي منه بشكل كويس. يعني بالتفاهم. حاولي. ما بيتفاهمش. شوفي الوقت اللي بيبقى رايق فيه. متعصب? سيبيه يا اختي لما يهدى وبعد كده بيتكلمي معاه. هقولك ايه? ما انا هقولك زي ما امي كان بتقولي. هقولك لا انتي صاحي خربي بيتك واتطلقي وش عارفة والولاد. ههدملك بيت. مش ههدملك بيت. طالما ما فيوش الحاجات دي واضافة كمان ما يكونش بتاع ستات. غير كده هقولك آآ عيشي. استمري. كملي. حاولي المركب تمشي. خليكي زكية وعقلة. اهدي. ادعي ربنا. وان شاء الله والله ربنا هيستجيبه. وهو كده كده الايامة هتقوموا كلنا روحين الجنة وهنغير.